اشتركوا في القناة الكلام كبير على قضية الشراء بطاقات قضية الامن الانتخابي التفاصيل نعم متواجهكم مشاكل من هذا الشيء بصلاح الدين وخلينا نتحدث بالذات عن المنطقة اللي انت مرشح بها تمام لا شك انه صلاح الدين يعني ساحة محتدمة بالتنافس السياسي على مر الدورات السابقة وهذه الدورة نفس الدورات السابقة باختلاف بحكم التكون التنوع الاجتماعي في هذه المحافظة وكذلك تطغى روح المناطقية في هذه الانتخابات اكثر من العشائرية في الانتخابات السابقة يعني اليوم المناطقية اصبحت طاغية يعني على المشهد شيخ بس خليه اقفعد قضية التنوع اللي موجود بيها نعم يعني ما اقدر اقول على محافظة صلاح الدين هي محافظة سنية لو شو نوع التنوع اللي يتغسله لا هو فيها يعني من التنوع في قضاء الطوز لدينا يعني مكونين من ثلاث مكونات في هذا القضاء من الاخوة الكرد ومن الاخوة التركمان ومن العرب في قضاء الطوز اضافة الى وجود يعني من المذهب الجعفري في محافظة صلاح الدين في جنوب في الدائرة الجنوبية او الدائرة الثانية في محافظة صلاح الدين فهذا يعتبر يعني تنوع اعتبراني بحكم الطبيعة الجغرافية لهذه المحافظة فالتنافس السياسي محتدم حقيقة هناك تنافس في الدوائر الثلاث المال السياسي موجود في هذه الدوائر الثلاث هو هذا اللي اريد اوصل له نعم عن قضية التنافس هذا تنافس اذا تكلمت عنه بعنوان العام هو تنافس مشروع اكيد التنافس يعني التنافس مشروع حقيقة لكن المشكلة اللي يواجهها المرشحين خاصة المرشحين اليوم المستقلين او يعني اللي اول مرة يرشحون حتى لو كانوا مستقلين في هذه الانتخابات يواجهون صعوبة واجهتهم صعوبة انتشار المال السياسي في محافظة صلاح الدين او سيطرة المال السياسي لكن حقيقة اللي شفتها من خلال الدائرة اللي ااني بيها اللي هي الدائرة الاولى اللي تضم تكريت وسامرة لسحاقية الدور ناحية الدجلة ناحية المعتصم الآن الناخب لا يبحث عن المال السياسي لانه صار عنده وعي يعني نسبة ضئيلة جدا قبل وعي الناخب هذا الموضوع يراد لك كلام كبير نعم بس حضرتك من الدافع عن المستقل اللي يعاني من المال السياسي اللي ينافسه بالانتخابة تمام هذا دفاع عن منافسيك بالانتخابات لو تريد تقول ترى انا مستقل حتى وين حوي اي حزب تقدم لا انا من ضمن حزب تقدم زين انا ما مستقل زين انا من ضمن حزب تقدم ومن القيادات في حزب تقدم ومن المؤسسين لهذا الحزب بس عجبتنا صفة الشيوخ تدافع عن الناس المستضعفة حتى وانهم ممناخ لا هذه حقيقة يعني هذه حقيقة زين اليوم يعني حتى الممستقلين اللي ما يمتلكون المال السياسي يعني اليوم كثير من المنتمين الى كتل سياسية وإلى احزاب لا يوجد عندهم مال سياسي حسب الحزب لا يوجد طبعا كل كتلة ضخ ملايين وكواهدي فعلا فهذه اضافة الى انهم يواجهون مشكلة مشكلة شراء البطاقات الانتخابية ايضا في الشارع في محافظة صلاح الدين خاصة في الدائرة الاولى في الدائرة الشمالية في الدائرة الجنوبية يعني ثلاث دوائر جيد فيها هذا التحرك فيما يخص موضوع شراء البطاقات الانتخابية للأسف الشديد يعني بس يعني كبيع البطاقات الانتخابية وبيع الأصوات يعني نسبة متدنية حسب قراءتي للمشهد يعني لا تتجاوز اثنين او ثلاثة بالمئة رح نرجع للقضية اللي قلت لك ارجع عليها نعم قضية وعي الناخب اللي حاضرتك تتحدث بيها تمام حاضرتك مرشح عن الدائرة الاولى صح؟ تمام ترجع انت وانت صاحب التجارب بالانتخابات الخاصة بمجلس النواب نعم أكو فرق بين وعي الناخب بالدورتين اللي فزت بيها شيخ عالب 2010-2014 و14-18 تمام عن الآن وعي كبير جدا زين يعني اليوم اللي ألمسه عد الناخب أنه يبحث عن الأفضل ويبحث عن الصوت القوي ويبحث عن يبحث من له بصمة في الشارع في محافظة صلاح الدين من يدافع عن الحقوق من يوفر خدمات إلى أبناء المحافظة ليس على حساب يعني الناخبين أو على حساب أنه يفتز الناخبين أصبح وعي كبير جدا بأنه من يخدم من يخدم هذه الدائرة فلان من يخدم هذه الدائرة شيخ لعب من هو هذا اللي يبيع البطاقة مالتا اللي يبيع البطاقة مالتا اللي هو ما مستفد يعني يظن أنه هو ما رح يحصل شيء يعني ما يفكر بمنظور جدا ضيق من زاوية ضيقة جدا طالما أكدنا أنه على على أنه من يبيع صوته اليوم يعني هو يجدع تباع البطاقة مثلا حسب ما ذكرت الشرقية أنه البطاقة تباع في وغداد وصل سعرها إلى خمسمائة أو ستمائة دولار في صلاح الدين حسب المعلومات اللي يعني يعني تداولوها الناشطين واللي ينشرون في على صفحات التواصل الاجتماعي أنه وصل سعر البطاقة إلى ثلاثمائة و ثلاثمائة وإلى أربعمائة دولار في محافظة صلاح الدين لكن في هذا في هذه المفردة حقيقة يعني دائما وأكد على أنه صوت الصوت هو أمانة يعني يعني الله سبحانه وتعالي يقول في القرآن الكريم أننا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض فأبينا أني يحملناها وحملها الإنسان أنه كان ظلوما جهولا فهذا الصوت هو أمانة إذا وضعته في غير محله سينقلبه عليك إضافة إلى أنه اليوم أنا من أروح أشتري بطاقة على سبيل المثال أروح أشتري بطاقة من مجموعة من الناخبين والله يعني الله كتب لي الفوز والنجاح في الانتخابات القادمة هذا من راح يجيني باشر يجبني شغلة يجبني واسطة يجبني مساعدة أقف إياه بظلم صار عليه طبيعي من الطبيعي أنه راح أقول أنت ما لك فضل علي لأنه أنت بعتلي صوتك هان اشتريت صوتك بفلوسي فما إلك يعني ما إلك حق أو ما إلك فضل العربة عليك شيخ بطاقات للبيع يعني علي شخصيا ما عرضت لأنه أولا أنا رافض رفضا قاطعا هذا الموضوع لكن يأتون إلى بعض من الليوياء يعني بالحزب في حزب تقدم عارضين على هذا عارضين عليهم خبروني هما قالوا عرضوا وطردناهم رفضنا هذا الجملة وتفصيلا هذا المبدأ أنا رافضة أصلا يعني هذا موضوع شراء البطاقات الانتخابية لأنه أنا اعتبر فيه خدش في المرؤة وفي الرجول لأنه اليوم أنا إذا أشتري البطاقة وأشتري الصوت مثل ما أشتريه هو كعبد عندما كان يباع العبيد في سوق النخاسة أيام زمان يعني راح نرجع على الرقب وعلى بس هذا واصل مرحلة من اليأس بسبب التجارب السابقة لا ما واصل مرحلة من اليأس يقول لك أنا شو راح أستفاد من هذه الانتخابات خليني يبيع بطاقتي بايش يبيحها يعني سؤال يبيح بمئة دولار بمئة وخمسين دولار لا لا بو سيح عندنا نحج على ثلاثين واربعمئة دولار هذا عنده عنده خمسة شخص أو بخمسمائة ألف دينار أو بمليون دينار خلي بيع الصوت بمليون دينار شقد يسمد عنده المليون دينار خمس بطاق خمس ملايين شقد راح يعيش لنا الخمس ملايين طيب إذا باع صوته هذا الصوت لمرشح وهو سيء على سبيل المثال وهو حرامي وهو فاسد وهو لا يصلح أن يمثل هذه المحافظة هذا راح ينقلب باشر راح ينقلب يعني راح يكون هو مساهم في نهب ثروات محافظة صلاح الدين فالظلم اليقع على على محافظة صلاح الدين نحن عندنا نواب انتخبوهم أبناء محافظة صلاح الدين بانتهاء الانتخابات غلقوا مقراتهم ومشوا وقسموا منهم ما حشافوا من أبناء المحافظة على طيلة الثلاث سنوات الماضية وهذا الوعي أصبح يعني يدركوا أبناء محافظة صلاح الدين ينظرون إلى القوي من هو في اليوم من الذي هو عنده قاعدة جماهيرية قوية ولديه مؤيدين ومناصرين للناخبين فأصبح لديهم معي لكن المفلسين اليوم في الشارع في محافظة صلاح الدين هم من يدفع باتجاه شراء البطاقات الانتخابية والترويج لشراء البطاقات الانتخابية وشراء الدمام والضحك على الذقون مثلا أضرب لك مثلا على سبيل المثال يعني هسا واحد مرشح أو اثنين مرشحين واحد منهم جاب اتفقوا يأبو مكتب كي كارد كي كارد اللي يستلمون برواتب الرعاية الاجتماعية والمتقاعدين وغيرها فجاب أبو مكتب كي كارد جمع فايلات مع العرب عربان كاملة بالجزيرة بالمناطق الريفية قالهم راح أجيب لكم رعاية اجتماعية تدي كثير منهم عاطلين على العمل كثير منهم نساء أرامل كثير منهم نساء مطلقات أو يعني قاعدات ببيوتهم جابوا بطاقة الأبو الجهاز بصمهم أبو الجهاز أخذ من كل واحد يبصم 75 ألف دينار بينما أبو مكتب الكي كارد عندما يروح المواطن اللي عنده معاملة أصولية ورسمية يأخذون من عنده 15 ألف دينار كثمن البطاقة ثمن بطاقة الكي كارد هذا أخذوا مننا 75 ألف دينار طيب إذا هو هذا المرشح هذا اليوم المرشح ويدعي أنه مدعوم من جهة أمنية بس هذا الذكاء عجبني المرشح تمام لأنه ينصب عليهم على مراحل يعني مو بس يواعدهم ويروح طيب هو نصب عليهم قبل ما راح ما بعد ما إذا فاز ونجح هالحالة هالسة جديدة؟ هذا موجودة هالسة أجيب لك مئات لا لا شخص بس أبقى على هاي الحادثة هاي ما صار لها قبل عشرين يوم حتى بجور الإصدار نصب عليهم يعني هالسة جسال عشرين يوم؟ ما صار عشرين يوم أقل من عشرين يوم ويدعي أنه مدعوم من جهة أمنية موجودة متواجدة على الأرض في محافظة صلاح الدين طيب هل هذا الموضوع يعني أنه اليوم المواطن لا يدرك أنه في الموازنة في موازنة ألفين وواحد وعشرين حصة الرعاية الاجتماعية لوزارة العمل للشؤون الاجتماعية محدودة جدا لا تتجاوز يعني أعداد ليس بالخيالية لكن هذه الأعداد راحت انتهت سخرت لجهات سياسية استغلتها جهات سياسية لمناصريهم ومؤيديهم من أجل انتخبون مرشحين هذه الجهات السياسية إضافة إلى أنه يعني الجنابك تدري والمواطني دري اليوم أي تعيينات أو أي تعيينات أو أي عقود مع أي وزارة أو دائرة في الدولة العراقية ما موجود هذا كل توقفت في الموازنة الاتحادية صحيح في الموازنة الاتحادية أنت تصور أنهم مرشحين يروح يجيبون أوامر إدارية من أجل أنه والله هذا أمر إداري ليس مالي لكن ع السنة الجديدة أنت راح تستلمون الأوامر المالية يعبر بهم الانتخابات الأوامر المالية الأوامر المالية أنه هم ذولة بالحجد العشاري وبالحجد الشعبي آخر يجمع فايلات أنه راح يعين على التربية عقود عقود على وزارة التربية وهي أصلا أصلا يعني المادة 315 315 أعتقد عطلت مال موضوع على العقود حتى الإجور اليومية الإجور اليومية اليوم سرحوهم أغلب الدوائر البلديات والمجاري وغيرهم يعني سرحوا المتعاقدين وياهم خاصة الإجور اليومية المعتمد يدفعون زيني شيخ هذا الفتحة الهدسة اللي نصب على العالم حتى في البطاقات وتقول مدعوم من جهة أمنية موجودة في صلاح الدين هو يدعي هو يدعي يدعي أنه أنا مدعوم من جهة أمنية هاي الجهة الأمنية الموجودة في صلاح الدين على أكبر ما راح أقدر أقول للجيش والشرطة ماصن من المحافظة هذا المدعوم من الحجد الشعبي أو يدعي أنه مدعوم من الحجد الشعبي تمام بالتالي هاي القضية هسا الأمور كلها توسعت تمام أنتوا شون دوركم بهذا الموضوع تعيدا عن ترشحكم للانتخابات بالمحافظة تم من وجهاءها أبدا أولا هو هذا لأموال الناس بالباطل سرقة لأموال الناس بالباطل بدوري آني آني بالنسبة لي في كل مؤتمر دعا وعي على هذا أذكر هذه الحالة وأقولهم روحوا وارجعوا للموازنة الموازنة الموازنة التحادية وعدكم مرقام تليفونات من الرعاية الاجتماعية وزارة العمل والشؤون الاجتماعية أو دارة الرعاية الاجتماعية في صلاح الدين بإمكانكم هاي تليفونات من خاملكم يا باعدكم رعاية اجتماعية اقعدكم فائض تنطون للمرشحين رعاية اجتماعية هم راح يجاوبوكم لهذا اقولكم انه هذا كله ضحك وكذب على الذقون وهذه سرقة بوضح النهار وهذا المرشح اليوم اليضحك عليكم ويجيبكم ابو الكي كارد وياخذ منكم 75 ألف دينار وهي قيمة البطاقة و15 ألف دينار يعني هو سرقكم ب60 ألف دينار عن كل مواطن هو جامع له بحدود 3 ألف و3 ألف وخمسمية وضرب العدد يعني يطلع الحملة الانتخابية ما لتب رأس الفقرة والمساكين حقيقة وكذلك بقيت موضوع الكتب الكتب الإدارات يعني الكتب الإدارية تعيين إداري كتاب إداري أو أوامر إدارية لتعيين في الحشل المباشرة على سنة تجيب أو بالتربية كله هذا زين موازنة بالسنة تجيب محد يعرف هل فيها تعيينات؟ هل الحكومة العراقية راح تخلي فقر أنه كتعيينات إضافة إلى أنه نحن تم تشكيل مجلس خدمة اتحادي اليوم التعيينات راح تأتي كلها عن طريق مركزية راح تأتي كلها عن طريق المجلس الخدمة الاتحادي طيب شلون أنه أنا راح أوفق ما بين ما بين كذبتي اليوم كذبة هذا المرشح وما بين لها في المواطن وشغفه وحاجته لأن يكون يعني ضل يحلم أنه سوف يعين سواء بجهاز أمني أو بجهاز تربوي أو خدمة مدنية أو يحصل رعاية اجتماعية وهو ماكو هاي شيء شيخ سمعلي أروح بفاصل قصير مشاهد الكرام فاصل قصير وإننا عودة من جديد حياكم الله مشاهد الكرام من جديد أحييك شيخ شعلان رحل و سهل بداية الحلقة ذكرت لك أنت صاحب أو أكلت على قضية أنت صاحب التجارب بالانتخابات ونائب اللي دورتين سابقة أقدر أقول شنو اللي شفت بهاي الفترة بتقدم حتى تكون جزء من عنده أنت صاحب الخبرة المناطقية على اعتبار أن القانون الانتخاب مناطق صار مثل ما ذكرت حضرتك وصاحب الخبرة الانتخابية والبرلمانية أقدر أقول أنه شفت شيء بتقدم اختلف عن البقية حتى تكون الواجهة الرئيسية لتقدم بصلاح الدين تمام أنا أبو المعرفتي للسيد الحلبوسي كان في عام 2015 يعني بعد أن عقدتها الجلسة الأولى يمكنها وبعدها كنت ألتقي بي لهذا الرجل عندما كان عضوا عضو مجلس نواب شكلت اتحاد القوة بكتر؟ في عام 2017 شكلنا اتحاد القوة كانت علاقة يعني بسيطة جدا بدت يعني أشوف أنه بلمحات الشجاعة القيادة للسيد الحلبوسي يدافع عن أبناء محافظاته يريد أن يستحصل حقوق هذه المحافظات التي تقريبا ذهبت نتيجة لعدة أسباب منها مقاطعة أبناء هذا المكاول الانتخابات بال2005 عدم اشتراكهم بالدستور عدم دخولهم للقوات الأمنية وبقية الحقوق التي أخذت منهم ما بعد 2013 يعني 13 من 2013 وهي جاية يعني شفت أنه هو هذا الرجل بدأ الممشكل مشترك بيناتكم جدا مهم وهو بيناتكم مواقفين بوجه واحد من الأحزاب اللي سيطرت على على المحافظات ما عد نمشي بياه يعني نحن مصالحين وانتهد متشكلنا تحالف القوة حقيقة اتحاد القوة السيد الحلبوسي دكتور محمد تميم رأس هذا الاتحاد بعض الأخوة قسم منهم باقين ويانا قسم منهم راحوا إلى عزم وقسم منهم لم يرشحوا في هذه الدورة الانتخابية مضى الخيار أن يكون سيد الحلبوسي يذهب إلى محافظة للأنبار بعدها كان رئيس اللجنة المالية ومن ثم ذهبا ذهب إلى محافظة الأنبار عندما كان في رئاسة اللجنة المالية نجاح نجاح كبير جدا بإدارة اللجنة المالية وخاصة قانون الموازنة في تلك السنة ثم ذهب محافظة للأنبار كان هناك ليش منقول لأنه استحصل أكثر من غيره لمحافظاتكم لا أبدا أكون نقطة مهمة جدا هنا الإدارة تختلف إدارة الأزمة وإدارة محافظة أو دائرة تختلف من شخص إلى شخص زيب اليوم تذهب إلى دائرة توجد بها مدير عام أو مدير دائرة الموظفين والناس اللي راجعون متذمرين من الإسلوب والأداء اللي موجود في هذه الدائرة لكن عندما يتغير ويأتي شخص أكثر تهاون متهاون وإنما تعامل لطيف جدا بإسلوب سلسوة نفس القانون ونفس الروتين ونفس التعليمات موجودة لا تتغير ولكن هناك الإسلوب إسلوب الإقناع إسلوب الحوار هذا النظرية الجمع اللي موجودة عند السيد الحلبوسي يعني إن وجدت عد شخصيات سياسية عرفها أنا أيضا كان لهم دور كبير جدا النظرية الجمعية اللي عنده حقيقة موجودة إضافة إلى أنه لغة الحوار عنده متمكن فيها وقابلية أنه تقريب الآراء والأفكار وتوحيدها إلا من شدة يعني هذا من تهيم عندما نقدر نجيبه أو عندما آرب أخرى ومنافع شخصية قضية العمر وشكلت عندك عاق لا ما شكلت عند عاق اليوم مو قصة أنه اليوم عاق لا حتى أنت شيخ حتى أنت القيادات اللي حولك أبدا نهائيا اللي أكبر من عنده سنن أبدا ما شكلت عندنا عاق ولا عندنا أي تحفظ في هذا المجال ليش هالساة اليوم أجيب أضرب لك مثل مثلا أكو إمام وخط إمام جامع حافظ عمره اطناع السنة هو حافظ للقرآن الكريم يقدم على إمام عمره خمسين سنة أو ستين سنة محافظ للقرآن هذا هذا يعني هذا اليوم يعني قياس مع الفارق لكن القيادة اليوم أسامة في زمن النبي عليه الصلاة والسلام كان أوج قمة الصحابة وآل البيت موجودين من أبو بكر إلى عمر إلى عثمان إلى النبي طالب إلى بقية المسلمين في ذلك الوقت لكن النبي عليه الصلاة والسلام عقد الراية في غزوة تبك إلى أسامة بن زيد وهو شاب شاب نظر فيه أن روح القيادة يتمتع بروح القيادة وإدارتها فالعمر عمر القائد لا يتحكم فيه العمر ولكن هناك جينات دعونا نقول عليها توجد في كل شخص جينات تختلف عن الشخص الآخر فالجينات القيادة اللي موجودة فيه شخص حلبوسي تختلف عن بقية السياسين يعني أنا صح أن أكون كل الاحترام والتقدير لكل القيادات وماكنهم ومكانتهم محفوظة بالاحترام والتقدير والتفجيل ولكن ما أقدم عليه الحلبوسي لم يقدم عليه أي قيادي من القيادات السنية فهذا السؤال يعني الجينات اللي عبد الحلبوسي ما موجودة بغيرة ما موجودة بغيرة فنجح في محافظة الأنبار بينما كانت خريبة مدمرة ما زعل أحد أبدا صح اليوم اليوم مثلا أحد الأخوة منزل تغريدة اليوم قرأتها اللي هو ينتقد بيها حزب تقدم ويمدح بيها تحالف آخر ينتقد حزب تقدم لأنه عمر يعني بهرجة يبلط بس شوارع ويسوي أرصفة وهذه لا تؤتي أكلها ولا تغني ولا تسمن من جوع أو عمر الدوار أو وصل الماء إلى مناطق لم يصلها الماء لكن خل الروح نحن على تحالف عند تحالفات إقليمية يجيب الفلوس من بقية الدول يصرف على ثوار العشائر اللي كانوا داعش يشكل جيش العزة والكرامة هذا كلها يمدح في في هذا التحالف اللي هو كان سبب مأساتنا اليوم اللي وقعنا فيه أبناء هذا المكون ضحية بما فيهم المتحدث أوقعونا في هذا المطب الذي كاد أن يوجي بالعراق كله لكن اليوم ما رح أسوي لك مشكلة إذا تعمق تبقى هذه القضية لا بس خلي أصل قضية هذا التحالف لا لا ممكن تقول هساني تحدث عن منافسكم التحالف اللي جر حسب كلامك جر المأسات للمكون كله نعم وقلت أنه حضرتك واحد من المتحدث اللي أنا ما أقول أنه كل التحالف أنا دعا أتكلم على على القيادات اللي موجودة في هذا التحالف القيادات التحالف مهي هي همشي القيادة هساني تحدث عن جينات القيادة اللي بالحلبوسة رح تنعكس على تقدم أنا أخلي بس أكمل الفقرة هذه فيما يخص موضوع التغريدة اللي ذكرها أحد الأخوة والأصدقاء اللي يعني أنا أعتبره صديق إلي وأخ آآ يعني هل إعمار الأرض وإعمار الإنسان آآ ليس بالأهمية مثل ما أنا أركب طيارتي والله أنا عندي علاقة في دولة عربية ما أو دولة إقليمية ما أو دولة شرقية أو غربية ما من أجل أنه والله أنا عندي علاقات وأني أسوي عندي علاقات ستراتيجية متينة وأستحصل مبالغ لمساعدة أبناء ليش تستحصل مبالغ لأبناء هذا لأبناء الشعب العراقي وأبناء العراق مو فقير العراق إذا إذا خلصنا من هاي النماذج السيئة التي أودت بنا إلى هذا المطاف واستغلت الموارد هذا البلد بالشكل الصحيح ودخلت أدخلت الشركات العملاقة للمساهمة في تطوير العراق وبناءه من كهرباء إلى مجاري إلى طرق مواصلات إلى شبكات هاتف نقال إلى آخرها طيب أنا شنالي أريد بعد أنا عمرت البلد وستغلت لعدل من يجيبون الفلوس؟ يجيبوني الفلوس الفلوس إذا نشوفها جابوها سيدة الخضراء طلعت يوم سيدة الخضراء اشتروا بها هاي الأجهزة أجهزة التصويت واشتروا بها بطايق انتخابية وسووا مواقع ذباب ألكتروني بها وقاموا ودبلجوا أفلام غير أخلاقية على المرشحين من أجل أبثها من أجل أن يبثوها على المرشحين حتى يساقطوهم يعني ينافسون مرشحيهم في الدوارة الانتخابية هذا هو هاي المبالغ مثل ما جابوها سابقا وانطوها يا قاله جيش العزة والكرامة ومن ثم ثوار العشائر آخر شي قام يصف مقاتلي مقاتلي الضلوعية الذين صمدوا في الضلوعية محاصرين بوجه تنظيم داعش الإرهابي قام يصفهم بالمرتزقة وحاليا هو على رأس القمة والله يتبوأ منصب الدفاع عن هذا المكون وعن مظلومية هذا المكون ويدعي وسطا بليلة اسمح لي هاي المعلومات اللي تتكلم بيها بس أنت تعرفها؟ لا مو بس أني أعرفها المناطق اللي نازلين بها كمرشحين ما يعرفوها؟ كل أغلب المرشحين يعرفون هاي المعلومات اللي أنا أنا أتكلم بيها ولكن ربما أكو بعض المرشحين يتحرج يقول لك أنا داخل في في معترك انتخابي في معترك انتخابي ما رد أخلق لي يقوم يحشون علي يسولفون علي لكن أنا شعلان الكريم اليوم صريح لا أنا من الفاسدين ولا أنا من السراك ولا أنا من اللي شاركت بقتل أبناء محافظاتنا ولا أنا من سبب تهجيرهم ولا أنا سبب بنزوحهم ولا أنا سبب بمجيء داعش ولا رحت إلى أي دولة رحت أستجلي بحجة بحجة بناء مدارس بحجة النازحين بحجة المظلومية اللي موجودة والمبالغ تحول إلى الأرصد الخاصة وتشكيل إذاعات وقنوات فضائية وشراء ذمم وبيع ذمم وما إلى ذلك إلى أن وصلنا المكون وصل إلى هذا الحد بسبب هيك نماضج الله مطيح حظها جينب هاي الحالة هذا القضية رحتين عكس عن الشريك الشيعي اللي آوى أنا أعتقد أنه ماكو شريك شيعي هو مقتنع اليوم بهذا الحليف شنو مهددهم؟ بهذا الحليف ولكن ربما بضغوطات أكو 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 أمور اسمحني أكو أمور سيد هارول لا تحجيني الضغوطات شيني لا توديني لغير مطاب أدخل بغير مخل لا تخليني بغير مدخل أكو ضغوطات إقليمية لأنهم هؤلاء منتمين إلى تنظيم دولي تنظيم سياسي عالمي أو دولي وهذا التنظيم مفروض فرض على جهات سياسية ومفروض على دول أنه تتعاملون تيدون أن عندنا مصالح لازم تتعاملون مع هذا الشخص وأدخل رغما عن أنوف القادة السياسيين سنتهم وشيعتهم عربهم وكردهم خصم الحجي هذا خصم الحجي هذا أنا هسا لو فرضت نفسي مكان الناخب السني في المناطق السنية وقدامي محورة رئيسية للتمثيل السياسي السني تقدم وعزم شنو اللي راح تقول أنتوا تعالوا نتخبونا إحنا مرشحين عن تقدم لترحون للآخرين ترى اللي عندنا ما راح يقدرون يوفرونكم إياه أو إذا رحتوا بذاك الاتجاه راح تخسروا واحدين الناخب واعي واعي لشلو بالضبط الواعي لما حدث سابقا وما كان سببه ومن كان سببه بس هو أكو عندهم مادة يعني ما أخذين كم شخص يدفعوا لهم مبالغ يعني مغريات وال يعني العقول متفاوتة زي قسم منهم من يعي حجم الخطورة في حال أنه هذا التحالف نجح أو سيطر وقسم منهم لا يعي يعني لا يدرك أنه درء المفاسد أو لا من جلب المصالح وأنهم سيتندمون سيندمون لأنهم دعموا هكذا تحالفات مشبوهة بمال سياسي يعني يعني مجند من قبل مخابرات دولية هذا المال السياسي وذلك لتفتيت وتشضي المجتمع العراقي وعلى الأخص المكون السني جيد بهاي الحالة أقدر أو أنتو تعتبرون تحالف عزم منافس حقيقي لكم لا أبدا تقدم اليوم تحالف تقدم اليوم بل مقدمة وبينه شاسع كبير فارق كبير جدا ما بين بقية التحالفات وما بين تحالف تقدم أي والله هاي ثقة بالنفس لو تقليل بالآخرين لا ثقة بالنفس وهذا رأي الشارع اليوم اللي موجود وسترى النتائج يعني بعد يوم عشرة عشرة زيلا من سيحكم هو الصندوق الانتخابي احنا بالنسبة لنا يعني الحمد لله والشكور ما جتنا شبهة انه احنا نشتري ذمم ولا عدنا ولا وليس لدينا شبهة الاستحواذ على المناصب وال يعني السيطرة على المناصب المهمة خاصة لتسخيرها من أجل الانتخابات هذه كلها ما عدنا الشبهة موجودة ومشخصة ويعلم بها السيد رئيس الوزراء ويعلم بها القضاء ويعلم بها الأجهزة الأمنية والكرة في ملعبهم انهم يتخذون الإجراء يقدروا يتخذون الإجراء في حق في حق وأدلة ثابتة ودامغة لماذا لا يتخذ إجراء بحقهم ليش يعني اخليهم انه مثلا انه هؤلاء اخليهم يلعبون ويصولون ويجولون بمقدرات هذا البلد وبهذا مقدرات هذا المكون وأريد أهجرهم أو أريد أزيد من مأساتهم خلال المرحلة القادمة هذا غير صحيح نعم بالتالي هاي القضية أنتو حاس بيها بس ما عرف ليش تحاول أو المصورة اللي وصلتني انه تقدم هو حزب أو تحالف الأنبياء الأنقياء اللي ما عدهم هذا اللي تتحدث بي الآن عن الآخرين أولا أنه ما نقيس نفسنا بالأنبياء والأنقياء لأنه الأنبياء اللي هم مكانتهم الخاصة يعني هذا شيء خاص يعني ما نرتقي إلى هذا المستوى نحن بشر يخطأ ويصيب على الأقل تنزهون نفسكم عن ما عند الآخرين أكيد يعني خلي يجينا احنا واحد يقول لنا يا بأنتو سويت والشغلة الفلانية والشغلة الفلانية عندكم موقع مثل موقع سيدة الخضراء اشتريت طلعت أجهزة سرقتوها من المفوضية اشتريت بطائق انتخابية سخرت كوادر ذباب ألكتروني أو جحوش ألكترونية جلكم الله لتشويه سمعة المرشحين في الدوائر الانتخابية وإجراء وش اسمه أفلام أفلام غير أخلاقية دبلجتوها على هؤلاء المرشحين ما عندنا هاي الأخلاق احنا أكيد احنا أنزه من عدهم في هذا الموضوع يعني ما تصل بنا ما تصل ما تصل الدناء إلى أن نزل إلى هذا المستوى ولا يصل بنا التنافس وأن نصل إلى هذا المستوى احنا نتخلق بأخلاق الفرسان لا نتخلق بأخلاق الجبناء القابعين خلف الستار وإنما نتخلق بأخلاق الفرسان إذا عنده شيء خلي يقابلني وجه اللي وجه هذا الواقع اللي أقول لك فتقدم اليوم لله الحمد يعني أنا بالنسبة لي حسب الاستطلاعات مو بس أنا أقوله أكو مراكز دراسات استراتيجية دولية ومحلية منها عجرة استبيانات في كل المحافظات المحافظات اللي نازل بها تقدم اليوم تقدم بينه بينه وبينه بقية التحالفات فرق كبير جدا لا يقل يعني يعني نطمح أنه نعبر الخمسين مقعد خلال الانتخابات القادمة راح رجع لتحديث في هذا الأرقام لكن اسمح لي بفاصل ثاني وآخير بشاهد الكرام بفاصل ثاني وآخير ولا نعود من جديد حياكم الله بشاهد الكرام ومن جديد حياك شيخ شعلان بهذا الجزء الأخير من الحوار خليني أتحدث على ثقل السيد الحلبوسي بمناطقكم أقدر أقول علي أصبح الواجهة السنية في هذه المناطق على اعتبار أنه الربط اسم السيد الحلبوسي أكثر بما جرى بالأنبار من حديث عن عمار وغيرها تمام أقدر أقول علي إلا واجهة وإلا ثقلة في مناطقكم السيد الحلبوسي مع احترامي يعني قلت لك سابقاً لكل القيادات الأخرى اليوم السيد الحلبوسي هو سيد الساحة في محافظاتنا استبيان من هو سيد الساحة في هذه هذا منين أجيه السيدات حدثت عن الضقلة بالأفرار اليوم أنا أحكي لك اليوم أحكي لك على صلاح الدين مثلاً اليوم مثلاً عجلة الأعمار بدأت تعمل في محافظة صلاح الدين بفضل توجيه السيد الحلبوسي حقيقة سيد الحلبوسي لدور كبير جداً بالتوجيهات للصندوق الأعمار وإلى المحافظة والمضي في الأعمار في محافظة صلاح الدين وأيضاً بدأت مشاريع اليوم نزلت المشاريع على أرض لوحقيقة أنا بالنسبة اليوم جيت طلعت من سامرة باتجاه بغداد يعني هناك المدخل سامراء الرئيسي اللي هي تعتبر مدينة تاريخية أثرية 17 سنة أي حكومة محلية في محافظة صلاح الدين ما قدرت تعمر هذا الشارع أو هذا الطريق اللي هو مدخل سامراء بغداد اليوم فراحت جداً من شفت أنه هناك عمل كبير جداً لتطوير هذا الشارع يعني تدري يدخلون عليه زوار زائرين للإمامين العسكريين من مختلف بلدان من مختلف بلدان العالم الإسلامي وليس من العراقيين فقط شي خاصة تتحدث على قضية الواجهة وبالنسبة لعمل السيد الحلبوسي بالمحافظة صلاح الدين زار أغلب المحافظات السنية المحافظات المحررة الوحيدة محافظة صلاح الدين منصعد على المنصة وتكلم للناس اللي متجمعين يسمعوه اتحدث بطريقة كسر الظهور تمام شنو اللي موجود بيه صلاح الدين او شنو الارسال اللي رادي وصلها بهذا المحافظة بيش يكسر الظهور غير بالقانون هو سامي التفقن علي أنا ما راح أقول ليش شي لكن ليش يتحدث بهاي النبرة القوية النبرة القوية صلاح الدين أولا على مر السنوات اللي ماضية حقيقة منذ 2003 بعد سقوط النظام السابق وإلى ما بعد دخول داعش صلاح الدين ينظر إلها أنها صدام حسين على سبيل المثال او هذه النظرة السائدة او صلاح الدين هي من قمعت أبناء الشعب العراقي اللي كانوا معارضين للنظام السابق او صلاح الدين هم حزب البعث بالكامل يعني ما جابه فؤاد الركابي من الناصرية ينظرون إلى محافظة صلاح الدين ينظرون إلى محافظة صلاح الدين أنه هي تنظيم القاعدة وهي التوحيد والجهاد وهي داعش وهي كل المنظمات الإرهابية الخارجة عن القانون والمارقة عنه بينما أبناء محافظة صلاح الدين الناس مسلطة يريدون يعيشون بكرامة يعيشون بعزية يعيشون بستر لا يدورون حكومة عانيتوا من هذا الموضوع شيخ على اعتبار أنه أنتو يعني بعد تواصلتوا بعد لا أنا أقولك أحد القيادات السنية ما حاجة لا أروح على غير قيادات من بقية المكونات أحد القيادات السنية من القيادات السنية الآن اللي هو مرشح على أحد التحالفات لي قال لي آها تم يا أبي محافظة صلاح الدين تريد كذا تريد كذا هذا هذا الكلام في عام الفين بداية الالفين وثلاثة عشر زين ببداية الالفين وثلاثة عشر وتبوأ وزارات وغيرها قال لي ما كافي عليكم خمسة وثلاثين سنة لصلاح الدين شو تريدون من عندنا بعد هذا الكلام لحد القيادات السنية يعني ما حاجة أن يروح على البقية طيب بداي إذا هذا هذا من صلاح الدين لو من أي محافظة لا من غير محافظة من محافظة الأنبار حتى لا يزا يعني معروف هو يعرفوا الجماعة تبوأ وزارات وغيرها وغيرها في الدورات السابقة موهزة زين فكيف ببقية المكونات شو تريدون علىها صلاح الدين فالظلم اللي شافوا أهالي صلاح الدين يعني على سبيل المثال أكو ضباط ضباط في الشرطة حاليا يدامون بالشرطة من الفين وثلاثة إلى يومنا هذا أكرانه هو يحمل رتبة مقدم حاليا يحمل رتبة مقدمة أو عقيد مقدم أكرانه شنو مقدم أكرانه هسه أكرانه رتبة لواء وفريق هذا لأنه من صلاح الدين لأنه من صلاح الدين هسه موجود هذة موجودين مو واحد واثنين ولا ثلاثة ولا أربعة ولا خمسة زين دعنا عاني من موضوع أهل صلاح الدين يعانون دائما من الشي يسم오ه هذا الأمني التدقيق الأمني التدقيق الأمني التدقيق الأمني أو شي سموها من ينطور رواتب وغيرها شعرت أن تكون يطلب على جهاز الأمن الوطني التصاريح الأمنية التصاريح الأمنية أساتذة بالجامعات ويعملون يشتغلون يروحون يجون وغيرها وغيرها وده يصالوا مسنين يداومون والله على التصاريح الأمنية محجوبة محجوبة رواتبهم كثير أبناء محافظة إضافة إلى أنه اليوم كانوا يعني ما قبل سنة أو سنتين أبناء محافظة الصلاة كانوا يعانون معانات شديدة حتى بيأخذها الخاوة حتى بيأخذها الخاوة على سبيل المثال الفلاحة اللي ساكن بالجزيرة إذا يريد يروح يحصد الحنطات مالاته اللوري ما يعبر إذا ما يدفع 25 السيارة الحمل ما تعملها ما يدفع 25 لف دينار ومن يرجع محمل لازم 200 لف دينار يلا يعبر هذا ذل ومهانة الصياد اللي يصيد سمش في بحيرة الترتار مجبر أن يبيع بفلان علوة مجبر أنه يبيع لفلان لفلان تاجر ويأخذ منه البانزين ويأخذ منه ويأخذ منه ويأخذ منه عنده فلوس حصة من السمك السمك اللي يصيده من بحيرة الشيخ شعران بس إذا سمحت لي اللي افتهمه أنه كل الواجهات أو على اعتبار أنه المنصب الأكبر للسنة هو رئاسة مجلس النواب نعم كل رؤساء مجلس النواب اللي مروا ما عملوا على إرجاع الواجهة الحقيقية لصلاح الدين مثل ما عمل عليها الحلبوس أبدا نهائيا صلاح الدين صلاح الدين إذا تنظر إذا تنظر لها من الناحية من الناحية الجغرافية هي متوسطة لست محافظات تحيط بيها ست محافظات من الناحية الاجتماعية والعشائرية تدقاها ممتدة من الموصل إلى ديالة إلى كاركوك إلى الأنبار حتى إلى جنوب العراق العشائر اللي موجودة بها تجي تتخزاعل اللي موجودين في قبال الخزاعل موجودين في صلاح الدين تجي على الجبور ممتدة من الموصل إلى أن تصل الديوانية تجي على شمار نفس الحالة تجي على البعيسة نفس الحالة تجي على طاي نفس الحالة تجي على دليم نفس الحالة يعني كلها عشائريا من الناحية الاجتماعية مرتبطة بكل أنحاء العراق يعني ما مرتبطة تجي على الحويجة حويجة كاركوك أيضا نفس الحالة على ديالة عشائر متداخلة هنا جزء وهناك جزء هنا جزء وهناك جزء فالتداخل اللي موجود فيه صلاح الدين يختلف عن كل بقية المحافظات لهذا اليوم انه من انظر الى هذه المحافظة من انظرها بالله انا حكم صدام حسين حكم العراق المدة 35 ساقابل ابو صلاح الدين صلاح الدين ايوب احتية وجابه صدام حسين او هل صلاح الدين الحاليين هم اللي جابوه وقعدوا على كرسي الحكم لو كانت اكو قيادة ومجلس قيادة الثورة واكو حزب قيادات حزب وكو أعضاء قيادة قومية وكو أعضاء قيادة قطلية وكو أعضاء قيادة فروع جابوا صدام حسين وسلموا كرسي الحكم وقاعد عليه خام هالصلاح الدين شعب صلاح الدين طلع جاب صدام حسين حتى يتحملون أهالي صلاح الدين كل هذه المأساة اللي مروا بها ولي حد الآن يعانوا على سبيل المثال يوم التعويضات تعويضات الدور المتضررين أنت تصدق اليوم هالصلاح الدين أكثر محافظة تضررت بجراء دخول داعش والعمليات العسكرية لتحرير المحافظة أكثر محافظة تضررت يعني مقارنة بالأنبار يعني تقريبا نفس التقارب وكذلك الموصلة نسبة 5% من المتضررين ما استمعوا تعويضات في محافظة صلاح الدين إلى هذه اللحظة ليشتين محافظة صلاح الدين تروح يعني أمور كثيرة تفتقدها إضافة إلى أنه الإدارات المحلية في محافظة صلاح الدين السابقة لم تكن بالمستوى المطلوب للحفاظ على المطالبة بحقوق المحافظة التهو مناكفة سياسية ببيناتهم هذا مش تكع على هذا وهذا مش تكع على هذا هذا الموضوع الحديث كبير على أنه ما جرى في الأنبار ممكن أن يعوض بصلاح الدين أو تنعالي بتجربة جيد بس الكلام اللي قابله أنه المنظومة الإدارية في صلاح الدين وحذو السيد علي فرحان محافظة الأنبار حاليا وأن تستوعب الجميع دون مناكفات سياسية ومزايدات سياسية الشارع هو الفيصل الحاكم شيخ من بين كل المحافظات المحررة الكلام على الفساد بصلاح الدين هو الأكبر هذا ما شهد به السيد رئيس الوزراء ما شهد به السيد رئيس الوزراء عندما زار محافظة صلاح الدين قال لم أرى أعمار ولم أرى بناء ولم أرى ما لقيت صلاح الدين ما لقيت محافظة صلاح الدين من خلال بعد زيارته إلى قضاء تكريت وإلى سامرة عدتكم معودة حقيقية كتقدم أنه راح تخلونا التقدم واضح بصلاح الدين العمل بدأ ما حاجة أنه ليش قلتش اسم عمل بدأ في سامرة بدأ في ناحية إسحاقي بدأ في قضاء بلد بدأ في الظلوعية بدأ في الدجيل بدأ في سامرة بدأ في قضاء الدور بدأ في قضاء تكريت بدأ في قضاء الشرقات في الطوز في كل الأقضية بدأ الإعمار في محافظة صلاح الدين اللي نقل تجربة الأنبار إلى محافظة صلاح الدين على حسب المبالغ المخصصة لهذا يعني مو كل هاليوم مثلا أشيء المبالغ بقية المحافظات الجحة بصلاح الدين لا حصة صلاح الدين حصتها موجودة تم رصد مبلغ لا بأس به من صندوق الأعمار المحافظة لديها أيضا أموال كثيرة جدا نأمل أنه ترى النور هذه المشاريع اللي مخصصتها المحافظة لتطوير المحافظة والنهوض بواقعها الخدمي جيد عدكم تصور أو رح أقول أنه أنتو اللي يتعملون علي أو الصورة اللي ما بعد الانتخابات أنه عودة الحلبوسي رئيسا لمجلس النواب هو مرشحنا الوحيد السيد الحلبوسي الأجواء الداخلية مهيئة؟ طبعا الأجواء أنا شفت يعني شفت شيء لم أره سابقا في تقدم الكل مجمعة ولديها نكران ذات من كل المرشحين من كل مرشحي تقدم بدون استثناء أتحدث عن الأجواء الداخلية الأبعاد الأجواء الداخلية الأجواء الداخلية أنا أقصد داخل تقدم لا لا أنا أقصد داخل العراق يعني أكيد أنه أرضاء الناس غاية لا تدرك هناك تفاوت بالعقول وهناك تفاوت بالرؤية وهناك تفاوت بالنظر فلهذا أنه يعني ما يتحكم بهذا الموضوع هو نجاح تقدم في الانتخابات زين ولا أجواء الخارجية هذا الليلات الشعراية لو أقول أجدات خارجية إحنا بلد النادي بالسيادة المستقلة ونداعي بإخراج القوات الأجنبية من العراق وخاصة الأمريكية ولا نريد التدخل بالشأن الداخلي من الدول الأقليمة طيب ليش أروح على الدول الخارجية الدولية هو شنو اللي راح يضرهم السواء وافقة والدول الخارجية الأقليمية والخارجية أو ما وافقت شنو اللي راح يضرها ما راح يضرها سواء اختارين رئيس وزراء اختارين رئيس جمهورية اختارين رئيس مجلس نواب إحنا ليش نظل نسلمين لحيانا بيدوين ماك واحد شان يباوع للعراق يحلم أنه يكون قطعة أرض في بغداد أو فيلا في بغداد يسكن بيها ليش أباوع عليهم ليش أظل ماديدي عليهم ليش أنظر لهم بنظرة استعلاء وآني صغير بل أنا ابن الحضار أنا ابن الرافدين أنا ابن العراق أنا احنا ولد الملحة هذول الشيء هاي اللوادي مشي الشرقيين الغربيين الشماليين الجنوبيين وين يعني شنو اللي شنو اللي اللي هم قدموا لهذا البلد لهم كلهم متأمرين على هذا البلد من سبب دمار البلد وخراب البلد وفين تلحظة اللي احنا بيها غير التدخلات الدولية والاقليمية وللأسف شديد بعض ما يسمى بالقيادات السياسية ينفذون أجنداتهم ويطبقوها على أرض الواقع وصارت بلده الخايبة هذا الواقع اللي موجود بهذا البلد إذا نحن إذا ما يكونίνا ما تكون لنا نهضة ما يكون لنا وعي وطني وحس وطني اليوم اليوم أنا عيساوي في صلاح الدين عيساوي عندي بعيسة بالانبار عندي بعيسة بالكوفة عندي بعيسة بالبصرة عندي بعيسة بالأعمارة بالأعمارة ما استقبلها أقول لي أنت شيحي ما ريدك لو أنا أروح عليه nói سلام عليكم يقول لي اطلع بره انت تسني من ابناء العامة لا تجي يمي ما اكو هذا المنطق ما يرهم هذا المنطق او الشمري او الجبوري او كل بقية العشائر يعني اليوم قلت لك ضربت لك امثال انه الصلاح الدين ممتد لكل العشائر عيب هذا الكلام هذا اليوم دخلوه علينا هو اللي تضعاف هذا البلد وامكانية هذا البلد طمعا بالموارد اللي موجودة في هذا البلد هسا يجون يدورون يمنى استثمار يسوون مزارع ويدورون حقو النفط ويدورون حقو الغاز ويدورون مدري امور اخرى وغيرها يسووننا كهرباي هذي كلها ليش عيب علينا مخازي علينا مخازي والله العظيم انه اليوم انا ثاني احتياط بالعالم من النفط وعندي خيرات وموارد وكهرباء ما اقدر اشغلها طريق ما اقدر ابلطة هاي الطريق سامرة بغداد اللي يعانون من الناس الرايحين والجاية اللي جاية لو تشوف وتقول امشي بالجزيرة ولا امشي بهذا الطريق اللي اللي معيب علي محافظة محافظة بغداد وامارة بغداد انه تخلي هاي الطرق بس من ناحيتكم بدأتك تشتغلون بي احنا بدأنا نشتغل نشتغل بصلاح الدين والحمد لله والشكر ماشين وتقدم الى من تقدم الى تقدم والامور طيبة وتبشروا خير ان شاء الله نتمنى كل العراق ان شاء الله الله يحب شكرا لك الشيخ شعلال الكريم رئيس حزب تقدم في صلاح الدين شكرا لك وسعى صدرك ايه والله تحملتك جدا شكرا لك شكرا لكم مشاهد الكرام حلقتنا انتهت من الحسم انتظرونا في مواضيع اخرى مع السلامة السلامة